أنا أعلم بأن مسح الرأس عند يضوء يكون مرتين من بداية ذات إلى مؤخرة جهاباً ثم رضوعاً من المؤخرة وحتى النافرة ولكنني بسبب أنه عندما أعود من الوضوء إلى النافرة يتغير تجاه شعري فأصدر إلى مسح الرأس مرتين من النافرة وحتى المؤخرة ثم مرة أخرى من النافرة وحتى المؤخرة فهل هذا العمل صحيح؟ جزائكم الله خيراً يكفي مسح الرأس مرة تلواثرة لأن تعلم شعر الرأس في المسح ويكفي مرة واحدة ولا يجب أن تربي اليدين إلى النافرة مرة ثانية إن حصل هذا هو أحسن وإن يكفي أن يواجه لأن الأصل والواجب هو مسح الرأس مرة واحدة جزائكم الله خيراً وآحناً إليكم